ازايك عامل ايه? اخيرا انا رجعنا نعمل نوعية الفيديوهات دي تاني انا عارف ان انا طولت شوية في فيديوهات التصوير وكده وما نالتش اكبر قدر من من القبول من الناس زي ما انا كنت متوقع ولكن ده برضو علشان نوضح الهوية بتاعت القناة برضو ان احنا بنعمل فيديوهات عن التصوير بنعمل فيديوهات عن المونتاج والفيلميكينج عموما يعني الحمد لله رجعنا فيديوهات المونتاج التاني للناس اللي كانت عايزانا نرجع لها يعني. المهم بقى يا صاحبي فيديو نهارضا هنشرح فيه زي تقدر تشيل النويز من الفيديو بتاعك. مشكلة النويز مشكلة رخمة قوي بقى بتظهر بالليل وكده وساعات بتضطر تصور الشوت اللي انت مسوره تاني علشان ما تلاقيش نوز في الفوتج اللي انت مسورها في فيديو نهارضا ان شاء الله احنا هنقدم لك حل للمشكلة دي وهي النويز اللي بتظهر في الفيديو بتاعك. بعد كده مش تضطر تصور الشوت بتاعك تاني لا انت بس تاخد حزرك ولو الشوت بتاعك طلع فيه نويز فهقول لك دلوقتي زي تقدر تحل المشكلة دي طبعا النهاردة انا مش هشرح الطريقة بس في دافينشي ولا في بريمير بس لانا هشرحها في البرنامجين حيث ان انت لو بتستغنق اي برنامج فيهم تبقى عارف ايه الطريقة ولكن برضو في دافينشي هي بتبقى متطلبة النسخة المدفوعة فلو انت معاك النسخة المجانية مش هينفع لازم النسخة المدفوعة علشان تاخد الخاصية اللي بتشيل بها النويز في دافينشي ولكن في بريمير في اضافة كده لازيزة هقول لكم عليها دي مجانية ما بتدفعش عليها اي فلوس تقدر تنزلها عندك وتستخدمها عادي جدا ولكن برضو في دافينشي هي افضل يعني ازالة النويز في دافينشي افضل فعلشان كده هما ممكن يكونوا حطوها في النسخة المدفوعة ولكن برضو في بريمير الاضافة اللي انا هقول لك عليها هي لازيزة يعني كويسة جدا وبتطلع نتيجة قريبة من دافينشي طيب مش عايزة اتاخر عليكم خلينا نروح للتوتوريال بتاعنا طيب دي كده الفوتج بتاعتنا اللي احنا نشتغل عليه النهاردة ما تصورها بالليل وفيها بعض النويز في بعض الاماكن زي التليفون هنا مسلا في نويز ظهرة هنا فانا هقول لكم ازي نقدر نشيل النويز اللي بتبقى في المناطق اللي زي دي طبعا لو انت معاك النسخة المدفوعة بقى ايا كان جابها منين فبتروح بالشكل ده تستنى ما تحمل وبعد كده بتروح للايقونة دي خاصة وبتوقف عليها بعد كده هتوقف على النوت بتاعتك وتسميها بالشكل ده وهتنزل تحت وتخلي على واحد وهتعلي اللوما بالشكل ده كده وتأكد ان الاتنين اللوما والكرومة معمول لهم لينك مع بعض بالشكل ده بحيث ان القيمتين بيزيروا مع بعض فاتعليها مسلا لنتيجة افضل خلينا نلاحظ لما احنا بنعلي ايه اللي بيحصل فلو رجعنا الزيرو بالاول وبدأنا نخلي دي على واحد واللوما دي بدأنا نعليها ممكن ما نكونش منلاحظ النتيجة ولكن لما تروح لقى الخانة اللي جنبيها وتعلي فيها اللوما هتبدأ تلاحظ ان النويز بتتشال معاك بالشكل ده فده كده قبل وده كده بعد نرجع تاني ده كده قبل شاف المنظور هنا كان عامل ده ازاي وده كده بعد طبعا النويز بيأثر على الفيديو بتاعك او على الوان الفيديو في العموم حاول تعمل اول نوت في الفيديو بتاعتك تكون هي بحيس ان انت وانت بتلون بعد كده تبقى شايف النتيجة بعد طيب ودلوقتي لو احنا جينا نشغل ونشغل هلاقي ان فيه تقطيع في الفيديو بتاعنا لها بسبب ان نفسه تقيل على الكمبيوتر فانت تعمل بتاعك في اول نوت وبعد كده تعمل لها دي بحيس ان تعمل لها وتشتغل في فيديو بتاعك عادة جدا من غرق اي مشكلة ولما تخلص التلوين بتاعك ترجع على اول نوت تعمل لها او تفعلها من اول وجديد بحيس ان انت تتفعلها وبعد كده تروح تعمل على طول طبعا القيم بتاعت الكروما هنا واللوم والكرومة هنا دي مش قيم سابتة على حسب كمية اللي في الصورة فانت تعلي 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 لحد ما تلاقي بدأت تشال من الصورة طبعا ده هيجي على حساب فده عادي جدا بحيس ان انت لو عملت قبل وبعد هتلاقي ان بيجي على حساب وزي ما قلت لكم الصراحة أنا بفضل لان هو حتى بعد النتيجة بتاعته بتبقى او بتبقى واضحة اكتر من البرامج التانية. بالنسبة لي انا بفضل في في لانه بيديني نتيجة واضحة اكتر و ومش بيبان قوي ان ان الصور دي كان فيها ولكن برضو في فيه اداء كويسة جدا بتقدر من خلالها تعمل خلينا نشوف ازاي. طيب في اداء في اضافة كويسة جدا اسمها دي بتطلع نتيجة كويسة جدا وقريبة من النتيجة اللي بتطلع في فهيسيب لك اللينك بتاعة تحت في تقدر تنزلها عندك وتسطبها عادي جدا وبعد ما تسطبها هتعمل اللي انا هعمله ده دلوقتي بالزبط. طيب ده كده نفس الفيديو اللي معنا فانت هتروح ليه نافذة وتكتب بالشكل ده هتلاقي عندك اللي هي دي دي تبع فتشدها وتحطها كده تمام على الفيديو بتاعك زي ما نواقف كده ولو جيت هنا هتلاقي عندك فتضغط على الايقونة دي هيفتح معك الصفحة دي خاصة بالاضافة ذات نفسها كل اللي عليك انت بتروح للمكان اللي فيه نويز انت لو ضغطت على سبيس هتلاقي ايقونة اليد دي ظهرت معك فتبدأ تحرك وتعمل زوم من الماوس وتحرك بالشكل ده حد ما تروح للمكان اللي فيه نويز اللي هو ده على سبيل المثال فتحدده بالشكل ده تضغط وتحدده تمام بعد ما حددته تروح على هتلاقي ان هو احدد النويز وعمل لها ولكن النتيجة اللي هنا طالعة يعني طالعة بالزيادة قوي انا عايز اقلل الموضوع بشكل اقل شوية فابدأ اقلل بالشكل ده ممكن مسلا خليها على ستة او على سبعة بالشكل ده كده والنويز برضو اقلل اللي هو ما بتاعتها بالشكل ده كده مسلا وبعد ما تخلص وتشوف النتيجة اللي معاك تده هتحمل زي تضغط على طبعا اضافة نفسها تقيلة على البرنامج فهتلاقيها اخدت شوية وقت عبال ما زبطت معاك وبعد ما بتلاقيها حملت بتزون مسلا كده شوية بالشكل ده كده وتروح تضغط على هتلاقي ده كده قبل وده كده بعد طبعا النتيجة مش ملحوظة فانا هرجع تاني واطلع فوق كمان وحدد مسلا المكان ده وهبدأ اعلي فيه سيكة بالشكل ده كده واضغط على فده كده قبل وده كده بعد لو طلعنا برضو فوق ده كده قبل وده كده بعد ملاحظين الحتة دي بقت عاملة ازاي طبعا دي النتيجة اللي طلعت معنا انا مقلل للنويز قوي انت لو اشتغلت على فوتج فيها اكتر اكيد هتزودها عن كده فدي كده النتيجة اللي انا طلعتها هو انا راضي عنها طبعا النتيجة دي مزاي اللي في ديفينشي اللي في ديفينشي افضل بكتير فانا ارشح لك ديفينشي ولكن لو انت مش معاك تشتري النسخة المدفوعة فبريمير لو نزلت الاضافة دي زي ما قلت لك هسيب لك اللينك بتاعتها تحت في الدسكريبشن تقدر تستخدمها وما تقلقش اسناء ما انت بتستخدمها هتلاقي الجهاز عندك بطيق شويتين لان هي نفسها الاضافة تقيلة حتى تقيلة عندنا وبرضو في الرندر هتلاقي ان الرندر بتاعها بياخد وقت كتير فما تقلقش خالص فدي كده الطريق بتاعتنا فيه بريمير وفي ديفينشي طيب خلايا بقى نتكلم عن حاجة قبل ما نقف الفيديو وهي ازاي النويز بتظهر وازاي انت تقدر تتجنب النويز اللي بتظهر في الصورة السنسور بتاع الكاميرا ليه حساسية حساسية للضوء انت بتتحكم في الحساسية دي عن طريق الايزو ففيه معلومة كده ان انت كل ما بتعلل ايزو كل ما النويز بتزيد في الصورة طيب معناها هي الايزو معناها حساسية السنسور للضوء فتلاقي بيقولك ان الكاميرات اللي بتصور ليلي بشكل كويس دي بيبقى السنسور بتاعها كويس فبالتالي لما بتعلل ايزو مسلا على الف الف ومتين الف وربعمائة بحساسية السنسور بتزيد والسنسور نفسه كويس فمش بتطلع كاميرات زي سوني هي متفوقة جدا في التصور اللايلي فمعنى كده ان هي بتقدر تصور على ايزو عالي من غير ما تظهر نويز فالنويز بتظهر كل ما بتعلل ايزو والنتيجة بتبقى مختلفة من كاميرا للتانية يعني كانون زي سوني في التصور اللايلي هتلاقي سوني افضل فكل كاميرا كده هتشتريها يقولك الكاميرا دي والله همش عارف بعد نويز ستمية او بعد نويز ستمية هتبدأ تلاحظ فيها بتظهر في الصورة فالايزو هو المسؤول عن النويز اللي بتظهر في الصورة. فحاول على قد ما تقدر تصور على ايزو قليل مسلا حتى تعملش العاقس مسلا على التمنمية ولا على الف. وتخلي مسلا فتحة العدسة بتاعتك على مسلا سبعة ولا على خمسة مثلا. فحاول على قد ما تقدر تقلل بتاعك علشان ما تلاقيش نويز بتظهر في الصورة. وي بس كده دي كانت كل حاجة معنا. فيديو النهاردة. اخيرا لو استفدت من الفيديو ده فما تنساش تعمل لي لايك. وما تنساش تشترك في القناة. ولو انت مش عمل لي فولو على انستجرام فانزل اعمل لي فولو لو عايزت استفسر عن اي حاجة فانا هرد عليك عادي جدا نجدعان وبس كده ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي سلام عليكم اشتركوا في القناة